في الوقت ده كان الدولار بيساوي عشرين قرش. اللي هو النهاردة احنا بنقترب من ستتاشر جنيه الدولار بستاشر جنيه. يعني عشان بس نبقى متخيلين هذا الحجم. ولكن تاني انا بأكد ان هذه هي كانت الظروف اللي مصر كانت فيها على مدار خمسين سنة. ويمكن ده كان يعني أبستعير واتطلعنا من يعني اللطائف المصورة. ان اكبر مصر كانت لديها اكبر غطاء نقدي في العالم في الفترة ما بين ستة وعشرين لتلاتة وخمسين. وان الاقية الدهب كان بتساوي اربع جنيهات مصرية. الاقتصاد المصري في هذه الفترة كان قائم في الاساس طبعا على الزراعة. مصر كان في الاساس بتعرف كدولة زراعية. ولكن ايضا كان لديها صناعة وطنية بدأت ودي يمكن طبعا مع طلعت حرب. ولكن الاهم هنا يمكن انا عايز اتوقف على ان بالذات في محصول استراتيجي زي محصول القطن كانت مصر بتزرع منه مليون وستمائة الف فدان. وكان انتاجها ستة ونصف مليون انطار. وكانت مصر بتمتلك في هذه الفترة اهم بورصة قطن على مستوى العالم. وبورصتي القاهرة والاسكندرية بصفة عامة البورصات المالية كانت في المركز الرابع على مستوى العالم. مدن القاهرة والاسكندرية كانت بتعد من اجمل مدن العالم وقاهرة فازت بجائزة افضل مدينة على العالم عام 1925. وتاني انا بأكد عشان تصل القاهرة في عام 1925 الى انها تكون حاضرة واجمل مدينة في هذه الفترة. هي كانت البزرة التي بدأت هي التي وضعها الخديو اسماعيل عشان يبني ما يطلق عليه القاهرة الجديدة والقاهرة العصرية. لان في الوقت ما كان موجود كانت القاهرة هي فقط القاهرة التاريخية الاسلامية بكل مشاكلها وتحدياتها. ولكن كانت الرؤية في انشاء حاضرة جديدة في هذا الوقت وتصبح هي عنوان مصر الحديثة. أخذت مننا قد ايه؟ أخذت مننا حوالي خمسين سنة لغاية لما أصبحت هذه المدينة صنفت كأجمل مدينة على مستوى العالم عام 1925. دي كلها لقطات بتوري كان كيف النمو لان ببساطة شديدة عدد السكان كان بسيط قدرات الدولة وإمكانياتها تستوعب هذا العدد. وبالتالي كان النمو اللي بيحصل في الدولة هو نموه مخطط ونموه منظم وبالتالي كان شكل المدن بتاعتنا بهذا الشكل. وطبعاً كأعداد سكان كلها كانت واضحة إن احنا يعني كافية والأعداد بسيطة وما كانش هناك تحدي مصر كانت تمتلك تاني أقدم شبكة سكة حديد على مستوى العالم. وكانت أيضاً فيها الترام والوسائل النقل الجماعي الداخلي ومصر امتلكت أول محطة طاقة شمسية على مستوى العالم ومصر دخلت فيه إنشاء محطات توليد الكهرباء من عام 1914. ترجمة نانسي قنقر